اشتركوا في القناة في اطار جهودها المبذولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين من مملكة البحرين عملت بعثة مملكة البحرين للحج على توفير كافة الخدمات الصحية والطبية احنا طبعا من يومين وصل لمكة الطاقم الطبي يتكون تقريبا من 30 شخص في 9 طبات 9 مرضين وفي طاقم تفتيش صحي وطاقم كتبة احنا طبعا نقوم بعلاج جميع حالات الحملات البحرينية العيادة مستعدة طبعا لاستقبال جميع الحالات التي تتكرر على الحجاج علاج الحالات الامراض المزمنة الانهاك الحراري الامراض مثل الابرسبراتوري اللي هو امراض التهاب اللواز في كل الحالات هذه احنا تم استعداد ان نستقبلها كفاءة عالية واجهزة متقدمة حرصت البعثة على توفيرها في العيادات الطبية التابعة لبعثة مملكة البحرين والمتواجدة في مكة المكرمة استعدادا للتعامل مع مختلف الحالات المتوقعة خلال موسم الحج طبعا احنا نجهز الاجهزة الحاسب الآلي ومرحقاتها والطابعات ونزودها ببرامج الكتروني حق تسجيل المرضى حسب التصنيف العالمي المعتمد اللي هو الـ ICD-10 وكذلك نوفر الاحصائيات بشكل يومي مختلف الاحصائيات اليومية عندنا عيادتين تتكون العيادة من قرفتين كشف للرجال والنساء وقرفتين معالجة للرجال والنساء وعندنا جهزين حق الحجر الصحي لاستقبال حجوج مملكة البحرين بإذن الله من بعد توصيات ساعدة الوزيرة عمدنا إلى توفير جل الأدوية الموجودة لدينا لمساعدة الحاج لقيام المناسك الحاج وفي حال لا قدر الله أحتاج أي مريض أي دواء خارج العلاج الموجود نسعى لتوفيره بكل ما أوتينا الكفاءات الوطنية البحرينية تساهم بكل فاعلية في تقديم هذه الخدمات الطبية وتشغيل العيادات بكل كفاءة لضمان توفير الخدمات الملائمة لحجاج بيت الله الحرام بعثة مملكة البحرين للحج تقدم العديد من الخدمات لم تغفل عن أي منها ومن أبرزها كان تقديم الخدمات الطبية والصحية التي تتواجد هنا في مقر البعثة وتحديدا في العيادة الطبية التابعة لبعثة مملكة البحرين للحج هذه العيادة المجهزة بمختلف الأدوات والأجهزة الطبية وأيضا الخبراءة والكفاءات البحرينية المتميزة التي تقدم أفضل الخدمات الطبية والصحية لحجاج مملكة البحرين من مكة المكرمة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين